السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم تحدث سنوصل مزروي اللاعب للفريق بير ميونيخ الألماني على لحظة دي التخاذ القرار بحمل القامس الوطن المغربي بدلا من ولندا موريدا أن اللاعب للأسود كان الخطوة نابعة من القلب وقال مزروي في تسريح خلال مشاركتي في وثائق أسود أطلس الذي بثته قناة الشرق السعودية عندما سمحوا للاختيار بين المغرب وأولندا أجريت محادثة مع مدرب منتخب الأولندي كومان وأضاف مدافع المنتخب الوطن المغربي ذابت إليه من باب الاحترام لأنه اسم كبير في الكرات القادم وبعد حديث لخمس دقائق قال لي اتخذت قرارك مسبقا أليس كذلك؟ قلت له نعم قال كان يرى أن المغرب في قلبي هنا يشير إلى قلبه وكان المزروي قد حسم القرار دياله باختيار دفاع عن ألوان أسود الأطلس سنة 2018 ضاربا بعرض الحائط الإغراءات التي قدم له رونالد كومان الموديل فني للمنتخب الولندي الذي حاول إقناعه بتمثيل منتخب الطواحين عرب المدرب الجزائري نوردين زكري الملقب بزكري نيو عن رغبة دياله في قيادة المنتخب بلد دياله خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أنه أفضل من الفرنسيه ريفي رونالد وقال زكري في تصريح لقناة الشرق الجزائرية سأعرض مسئلتي على الرئيس وليد سادي لتدريب المنتخب الجزائري وأضاف الإطار الفني لموديات الجزائر السابق لدي مشروع رائع للمنتخب ولا أحد من المدرب الجزائريين يملكون في الشهادات التدريبية التي أمن لإمتلكها وقال هيرفيرونار مدرب لا يصلح للمنتخب الجزائري وأنا أفضل منه وكان الاتحاد الجزائري القادم قد قدم طالب للمدرب الفرنسي هيرفيرونار من أجل قيادة المنتخب الجزائري بعد استقالة جمال بالماضي من موقعه على الخلفية الإقصاء من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا في نسختين متتليتين ونبقى في جديد آخر أخبر المنتخب الوطني المغربي اللي غد يواجه منتخب جنوب أفريقيا في إطار تمو النهائي كأس أمم أفريقيا بسان بيدرو يوم الثلاثاء المقبل وفي هذا الإطار يسابق طاقم طبي للمنتخب الوطني المغربي الزمن من أجل التجهيز دي اللاعب حاكم زياش للعودة إلى التدريب دي الأسود للاستعداد للمواجهة دي المنتخب جنوب أفريقيا برسم دور تمو النهائي كأس أمم أفريقيا الكود ديفوار 2023 Total Energy وغاب زياش عن الحصة التدريبية لخضتها العناصر الوطنية يوم الجمعة بسبب الإصابة التي تعرض لها على المستوى دي الكاحل في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الزمبي وكينتظر الناخب الوطني ويدرقراكي الضوء الأخضر من التقم الطبي للأسود من أجل المشاركة دي الزياش تدريب دي المنتخب الوطني المغربي للاستعداد للمقابلة دي الجنوب أفريقيا وأصبق للرقراكي التأكيد في تصريح صحفي سابق على تقاتي الكاملة في الطاقم الطبي للمنتخب الوطني قائلا نملك التقى الكاملة في الطاقم الطبي وحين يقولون لي شيئا فإني أتقو بهم وحين قالوا لي أن سيس وزياش يمكنهم أخوض المباراة الأولى بالكان طبقت القرارة ديالهم وغادي وجه المنتخب الوطني المغربي الناظر دياله للجنوب الأفريقي يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب لوجو بوكو بمدينة سان بيدرو انطلاقا من الساعة التاسعة ليلة بالتوقيت المغربي ونبقى في مستجدات كأس أفريقيا للأمم فقد رفض البرتغالي روي فوتوريا مدرب المنتخب المصري تعليق عن تفادي دياله لمواجهة المنتخب الوطني المغربي في دور توم النهائي لكأس أفريقيا كود ديفوار 2023 وأفرد دياله على السؤال ديال أحد الصحفيين حول المدى ديال الارتياح دياله لتفادي ديال المواجهة المغرب في دور تومن قال فيكتوريا لا نفكر بتلك الطريقة ولا نفكر في أي سيناريو هناك هناك فرق تفكر بشكل كبير وتريد الوصول لأبعاد شيء ممكن في البطولة نحن على أي حال غد نواجه كل المنتخبات القوية عاجلا أم آجلا وأضاف المدر البرتغالي خلال ندوى الصحفية التي تسبق المواجهة ديالكونغو الديمقراطية الفرق التي ترى نفسها كبيرة وتريد الذهب بعيدا عليها أن تستعد بقوة لأي منافس وأوضح المدرب البرتغالي أن كل منتخب لديه المواصفات الخاصة ولا يوجد خصم أقوى من الآخر لأن الأمر مرتبط بطريقة اللعب والتنظيم داخل الملعب وأشدد الموديل الفني للمنتخب المصري أن الكونغو الديمقراطية فريق قوي للغاية وعلينا الاستعداد بشكل جيد ولا بد من التحلي بالإصرار والعزيمة يعتقد من دريب جنوب الفريقية هوغو بروس أن ننفوز على المغرب في ثم النهائي كأسوان الفريقية الكود ديفوار 2023 توتر إنجلي سيجعل منتخب البافانا بافانا قادرا على الوصول بسيولة إلى نهائي المسابقة وقال البلاجيكي في تصريحات نقلتها صحيفة جيزيزن الجنوب الفريقية إذا فوزنا على المغرب ستكون فرصتنا كبيرة لللاعب النهائي وبهذا سنكون قد انتصلنا على فريق جيد جدا ونتجنب مواجهة منتخب كبير في الربع النهائي لا نريد قليل من شأن الموريطانيا أو رأس الأخضر لكن هناك فرق كبير نعلم إنه إذا نجحنا بهذا المغرب فستكون خطوة كبيرة لتحقيق ما نريده جميعا وهو اللعب النهائي والفوز به ويرى مدرب منتخب جنوب الفريقية هوغو بروس أن المنتخب المغربي لم يقدم آداء جيد في دور مجموعة كأسوان الفريقية الكود ديفوار وقال بروس في تصريحات صحفية للموقع سيتيزنت الجانب الفريقي المنتخب المغربي لم يكن جيدا في دور المجموعات لكنه ما زال فريق جيد ومواجهته غير تكون صعبة جدا للغاية ما حدث في كأسوان الفريقية كان مديلا هدفونا صنع مفاجأة أخرى تعلمنا كيف نتقلب على المنتخب المغربي في آخر مواجهة بيننا ولدينا شعر بأن نقادل على فعل ذلك يوم الثلاثة يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظر الجانب الفريقي يوم الثلاثة المقبلة الساعة التاسعة مساء يسد نوع من القلق في صحف المكونات منتخب جنوب الفريقية بسبب إصابة خوليسو مودو في مباراة تونس ضمن آخر مباراة ديال دور المجموعات لكأس مفريقية المقام حاليا بالكود ديفوار وعبر البلجيكي ووغو بروس مدرب منتخب المذكور على القلق دياله من الإصابة ديال اللاعب مخضرم خوليسو مودو وكشف المدرب المذكور إصابة لعبي المخضرم تعد مشكلة كبيرة للمجموعة وقال مدرب منتخب جنوب الفريقية في تصريحات صحفية طريق مشي اللاعب موضو تجعلنا نقلق تجاه حالتي الصحية لكنه اليوم أصبح يمشي بشكل شبه طبيعي بفضل برنامج العلاجي يشار إلى أن اللاعب موضو غاب عن حصتين تدريبيتين الأخرتين للمنتخب البافانا بافانا ولم يتم الكشف بعد علموعد الالتحاق دياله بالتدريب ويذكر أن المنتخب الجنوب الفريقي سيواجه ناظرة المنتخب الوطني المغربي يوم الثلاثة المقبل بسانت بيدرو ضمن دور ثم النهائي كأس أمم الفريقية اشتركوا في القناة